بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين متابعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضراتكم حلقة جديدة من حلقات قناة لغتنا الجميلة وفيها نتناول ما يلي تحليل جملة يقين بالله يقين نحويا وبلاغيا وإعراب البيت أريد مقام الصالحين وليس لي كمنهجهم في الدين دين ومنهج ونتناول أيضا تحديد نوع الكلمة الملونة باللون الأحمر والقراءة الصحيحة لها ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران أم وقفة الحيران وهل هي مصدر صريح سماعي أم مصدر قياسي أم اسم مرة أم اسم هيئة ونتناول أيضا إعراب كلمة ذا في هذا البيت وقد يسارع كثير من الطلاب إلى إعرابها بدل الدهر يوماني ذا أمن وذا خطر والعيش عيشاني ذا صفو وذا كدر التفاصيل يقيني بالله يقيني هذه الجملة اجتملت على محسن بدعي وهو الجناس التام بين كلمتي يقيني الأولى ويقيني الثانية وهو من المحسنات اللفظية التي تعطي الكلام جرسا موسيقيا يطرب الأذن وأرى أن فيه جانبا معنويا لأنه يثير الذهن للبحث عن الاختلاف في المعنى بين اللفظين المتطابقين فالأولى يقيني بمعنى اعتقادي الصادق والثانية يقيني من الوقاية بمعنى يحفظني وبناء على ذلك تكون كلمة يقيني الأولى اسم ويقيني الثانية فعل وبناء على ذلك تختلف النون في كلمة يقيني الأولى عن النون في يقيني الثانية ولياء أو قل الموقع الإعرابي لياء المتكلم في يقيني الأولى يختلف عن الموقع الإعرابي لياء المتكلم في يقيني الثانية الإعراب يقيني مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم وياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه بالله جر ومجرور يقيني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره والنون نون الوقاية حرف مبني لمحل له من الإعراب والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على المبتدأ وياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به وجملة يقيني جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ واللمحة الثانية إعراب هذا البيت أريد مقام الصالحين وليس لي كمنهجهم في الدين دين ومنهج أريد فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا مقام مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة الصالحين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم وليس لي الواو واو الحال حرف مبني على الفتح لما حل له من الإعراب ليس فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح لي جر ومجرور كمنهجهم الكف حرف جر مبني لما حل له من الإعراب منهج اسم مجرور بالكاف وعلامة جره الكسرة وهم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه في الدين جر ومجرور دين اسم ليس مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ولي شبه جملة في محل رفع خبر مقدم ومنهج الواو حرف عطف مبني على الفتح لما حل له من الإعراب منهج معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وجملة وليس ليك منهجهم في الدين دين في محل نصب حال اللمحة الثالثة في قول الشاعر ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيراني هل هي وقفة أم وقفة وهل هي مصدر قياسي أم مصدر سماعي أم اسم مرة أم اسم هيئة كلمة وقفة في البيت ومن غير ضبط هي اسم هيئة وليست اسم مرة لماذا؟ لأن اسم المرة يوضح حدوث الفعل مرة واحدة ولكن اسم الهيئة يبين هيئة وطريقة حدوث الفعل وهنا أضاف الوقفة إلى كلمة الحيران فبينت هيئة وطريقة الوقوف لذلك لا تقرأ إلا ووقفت فيها وقفة الحيراني اللمحة الرابعة في قول الشاعر الدهر يوماني ذا أمن وذا خطر والعيش عيشاني ذا صف وذا كدر الصورة العامة للبيت توحي بأن كلمة ذا بدل ذا هنا اسم إشارة وليست من الأسماء الخمسة ولو كانت من الأسماء الخمسة وهي بدل من يوما لكانت مرفوعة ولكانت زو أما ذا فهي اسم إشارة بمعنى هذا وأمن خبر إذن إعراب ذا مبتدأ مبني على السكون في محل رفع أو قل اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ترجمة نانسي قنقر